اختتمت اليوم أعمال ورشة العمل الإقليمية حول إحصاءات العمل من السجلات الإدارية التي عقدها المركز الإحصائي الخليجي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبإشراف عام من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لطالما كان مجال الإحصاء من أحد المجالات التي تحظى باهتمام الحكومات والمنظمات الدولية لكونه الجزء الأهم في رسم السياسات والتخطيط الاجتماعي والاقتصادي والبشري على وجه الخصوص من أجل تنفيذ أرحب لعمليات التنمية الشاملة من هذا الباب أطلت ورشة العمل الإقليمية حول إحصاءات العمل من السجلات الإدارية التي قرأها العديد من المشاركين بالشكل الذي لامس ثلة الأهداف التي تم وضعها كتعزيز استخدام بيانات السجلات الإدارية للأغراض الإحصائية في دول مجلس التعاون ودعم القدرات الفنية لموظفي الأجهزة الإحصائية المنتجة لإحصاءات العمل في التعامل مع هذه البيانات إلى جانب التعريف بمنهجية حساب مؤشرات إحصاءات العمل وتحديد التحفظات لهذه المؤشرات وتقديمها لمتخذ القرار الورشة تقوم بتعداد المسحين والأحصائيين للتعود على استخراج جميع المؤشرات عن طريق السجلات الإدارية وليس بالطرق التقليدية القديمة التي يكون هناك في مسح والتي تكون عادة مكلفة بشريا ومكلفة موديا ومكلفة حتى من ناحية الوقت لأن الآن ما عاد توجه العالمي أن هناك دائماً يعتمدون على السجلات الإدارية في عمل المسوح الإحصائية طبعاً الورشة راح تخرج ماسحين متمكنين من عمل المسوحات ملتهم واستخراج المؤشرات الإحصائية ورشة عمل استهدفت بالدرجة الأولى هوية العاملين في مجال إنتاج وتحليل ونشر إحصاءات العمل في الأجهزة الإحصائية الوطنية إضافة إلى تلك الجهات التي لها علاقة بإحصاءات العمل في دول مجلس التعاون الخليجي فضلاً عن موظفي مكتب وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لهذه الورشة مهمة جداً من ناحية من ناحيتين الأولى على أساس أن نحن نعرف ما عند الآخر بالنسبة كمجلس التعاون الخليجي نعرف نتبادل الخبرات نتبادل بعض الأشياء اللي نحن ربما تكون مبهمة أو غير واضحة لدينا كذلك نحن نمر في دول مجلس التعاون يعني بخصوص أن بعض الدول لا تستطيع تنفيذ المسوح فبالتالي نقرن سد هذه الفقوة من خلال البيانات الإدارية وهي طبعاً متوفة لدينا في المجلس التعاون الخليجي المسوح الإحصائية دائماً هي مصدر البيانات أو أحد مصادر البيانات لمتخذ القرار لبناء القرارات السليمة ولكن اليوم مع التطور التكنولوجي نحن ما نتكلم فقط عن مسوح ولكن نتكلم عن مسوح ميدانية بالإضافة إلى بيانات سجلية مهمة اليوم المسوح يمكن أن تيه ربعية ربع سنوية أو سنوية أو كل خمس سنوات وأصبح لمتخذ القرار هذا البيان قديم في ظل تسارع النمو السكاني في دولنا ولكن اليوم سجلات تنتج لنا بيانات لحظية متحدثون متخصصون في مجال تحليل البيانات والإحصاءات الاجتماعية استطاعوا على مدار أيام عقاد هذه الورشة على تقديم العديد من الأوراق النقاشية عبر نافذة محاور أساسية هم من بينها بحوار استراتيجيات وسياسات مجلس التعاون الخليجي في إحصاءات العمل والسجلات الإدارية كمصدر لإحصاءات العمل تكمن أهمية هذه الورشة في أن مصادر إحصاءات العمل متعددة منها السجلات الإدارية والمسوح الإحصائي بالعينة لذا نأمل إلى تعزيز استخدام السجلات الإدارية لتهدف والاستخدامها للأغراض الإحصائية بما يعمل على تطوير إحصاءات العمل في دول مجلس التعاون بحيث نغطي بيانات سوق العمل الخليجي المشترك مسوح إحصائية تأتي كأحد الدعمات الرئيسية لكل عملية تخطيط ممنهجة يراد منها تحقيق أسمى الأهداف التنموية الشاملة لتلفزيون البحرين محمد الخيدات ترجمة نانسي قنقر